اقصف ثم دمر ثم تحدث عن وهم اسمه إعادة الإعمار فإنهم قد يسأمون فيرحلون أو يجبرون فيبيعون وكأنه مسلسل ومنهج لمحو الحاضر والماضي والسطوة على المستقبل بدءا بالقنابل وليس انتهاءا بالمعاول والأموال المشبوهة الموصل القديمة أنموذج الدمار الأفضع بوصف المنظمات الدولية على موعد مع التغيير الديمغرافي فما بعد التدمير هدف أبعد وما ذلك إلا حلقة من سلسلة بدأت في بغداد وحزامها ثم ديالة وسام الراء والآن في قلب الموصل مصادر محلية من المدينة أكدت أن عائلات كثيرة بدأت بمغادرة المدينة القديمة تاركين منازلهم لمستثمرين غير معروفين يشترونها بالجملة مستغلين الواقع الاقتصادي المتردي لمن عاد من أهالي المنطقة بالضغط عليهم لبيع بيوتهم حتى وصل عدد المغادرين شهريا أربعين عائلة بعض السكان يتحدثون عن مخطط ممنهج لمحو تاريخ الموصل وإجبار أهالي المنطقة القديمة المدمرة على الخروج منها بتعمد عدم إيصال الخدمات الأساسية إليها ما يجعلها منطقة غير صالحة للعيش يسهل إفراغها من ساكنها الأصليين ولعل ذلك يعد خطوة عملية لدعوة محافظ نينوى منصور المرعيد أهالي المدينة القديمة لمغادرتها والحصول على تعويض لقاء الترك ما تبقى من منازلهم أو هدم المنطقة وإنشاء حي سكني جديد لسكانها في مناطق أخرى حديث عده الكثيرون طائفيا يستكمل مشروعا تعمل عليه أذرع إيران لتغيير التركيبة الديمغرافية ذلك المخطط يبدو جليا برؤية هذه الصور هنا المرعيد مع القنصل الإيراني ومعتمد المرشد الإيراني علي خامنعي يلتقون في الموصل لتظهر مصداقية ما يرويه الكثيرون عن تحركات مريبة لتسوية ملف المدينة القديمة بعرضها للاستثمار وبناء مجمعات سكنية فيها بمساندة شخصيات وشركات إيرانية محافظ نينو الأسبق أثيل النجيف قال إن محاولة تشيع المدينة بدأت منذ العام 2010 لوجود أحزاب تؤمن وتعمل على تشيعها لإحكام السيطرة عليها موضحا أن تلك الأحزاب وضعت نصبا عيونها مزارات وجوامع موقوفة بإسمها للبيت رغم أن تلك المساجد تقع في المدينة القديمة ويقيم أهل الموصل السنة صلاتهم فيها على المذهب السني منذ مئات سنين تراهل ينجح الطارئون بقوة السلاح على محو تاريخ مدينة وتغيير حاضرها واختزال المستقبل إن نسي الناس فإن الأرض لن تنسى وذكرى الأنبياء هناك عظة ودلالة